السلام عليكم منتخبنا العراقي باشروا إلى وحداتهم التدريبية استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية ومستفت المقبل في التدريبات تواجد جميع محترفين منتخب العراقي وأهمهم وأبرزهم منتظر ماجد الوافد الجديد رحبوا به إن شاء الله سيكون مفاجأة البطولة وتواجد أيضا زيدان قبال لأول مرة في تاريخ العراق يلعبون هكذا عددنا المحترفين أبرز محترفين منتخب العراقي دانيلو سعد زيدان قبال منتظر ماجد يوسف الأمين أحمد علي حسين علي علي الحمادي وسام رشيد أمير العماري آلان محيد دين إن شاء الله مع المحترفين قادرين على الإيصال لبعض نقطة في آسيا شين توقعتكم لمباراة كوريا الجنوبية اكتبوا الناراكم وإن شاء الله الفوز عليهم تصريح مدر منتخبنا العراقي خيسوس كاساس لصحيفة الشرق القطرية يقول من يطالبونها باللقب القاري لا يفقه شيء في كرة القدم اليابان هو المرشح الأول لإحراز اللقب ولست أحمق بين عدل عراقيين بكاس آسيا هذا التصريح منطق واحترافي من كاساس ستقول له لشلون حتى يرفع الضغط عن لاعبين العراق إن شاء الله سيكون هذا التصريح مفتاح الفوز على اليابان كاساس يقول المرشحون لبطولة آسيا هم اليابان وكوريا الجنوبية وإيران سنقدم مية من مية من جهودنا لجعلهم فخورين ولكن لنا كنا غبيا بأن أعدهم بأشياء مستحيلة على أرض الواقع طبعا هذا التصريح مثل ما قلنا لرفع الضغط عن اللاعبين حسن المصادر سيكون مهاجم منتخبنا العراق علي الحمادي أساسيا ضد كوريا الجنوبية وإن شاء الله على اليمين منتظر ماجد وعلى اليسار دانيلو السعدة ويوسف الامين أتمنى منكم تتابعونا على الإنستغرام وعلى التيك توك رح أخلي لكم رابط بالوصف بالتعليق المثبت اكتب لنا بالتعليقات شنو التشكيل التي تتمنىها ضد كوريا الجنوبية أو في بطولة آسيا منتخب كوريا الجنوبية ومعهم قائد توتن هام سوني يصلون أبوظبي استعدادا لمواجهة منتخبنا العراقي يوم السبت دانيلو السعد لحظة وصوله دبي يقول سعيد جدا لوصولي هنا وانضمامي للمنتخب الوطني وفعلعب مئة من مئة من قلبي لوتيحت لي فرصة اللعب هذه الصورة دانيلو السعد وآلان مهيددين يصلان دبي في طريقهما إلى معسكر المنتخب الوطني في أبوظبي استعدادا لكائس آسيا 2023 ويوسف الامين يصل دبي ويلتحق في معسكر المنتخب الوطني العراق في أبوظبي استعدادا لكاساسي 2023 وسامر رشيد يصل دبي ويلتحق بمعسكر المنتخب الوطني في أبوظبي استعدادا لكاساسي 2023 فرانس غير يصل دبي ويلتحق بمعسكر المنتخب الوطني العراقي استعدادا لكاساسي 2023 حساب كاساسي الرسمية تسأل هل يحقق العراق البطولة الثانية؟ أكيد كل الجمهور العراقي يتمنى العراق يأخذ البطولة للمرة الثانية كرة القدم كل شيء يحدث بها إن شاء الله يكون الكاس من نصيبنا تخيلوا لأول مرة في تاريخ مشاركات منتخبنا في جميع المسابقات يكون عدد أفراد البعثة المغادرة من العراق إلى أي معسكر بهذا العدد القليل جيل كرة العراقية الحالي هو أكثريتا من اللاعبين المحترفين أو المغتربين في الدوريات العالمية الأوروبية أمامكم صورة لبعثة منتخبنا العراق المغادرة للإمارات يوم أمس تتعلف من ستلا أبي من دور نجوم العراق الدور المحلي وحارسان من دور نجوم العراق وسعد ناطق محترف في السعودية وفهد طالب الحارس محترف في إيران منتخبنا الوطن العراقي يرتدي تجهيزات أديداس ويحمل معه صناديق تحمل اسم جاكو برأيكم ما الذي يحدث؟ علي حسين الرحيمي يصرح العراق بطل كأس آسيا 2011 للمرة الثانية لو لا انحياز الحكم القطري الذي إلى الآن الشعب العراقي غاضب جدا ضد هذا الحكم الظالم حيث في ذلك الفترة كان العراق أفضل منتخب على مستوى قارة آسيا رغم الظروف لكن للأسف بسبب الحكم وانحيازه الواضح ودعنا كأس آسيا 2011 من المنتخب الاسترالي أيبا أتذكر لحد الآن الهدف يجب من ضربة رأسية شون رأيكم بتصريح علي حسين الرحيمي؟ من يتذكر اسم هذا الحكم يكتبوننا بالتعليقات؟ وهل فعلا ظلم العراق؟ احنا دائما متعودين على حكام الخليج دائما يظلمون العراق وخاصة من نلعب مع منتخب خليجي أمير العمار يقول إذا نرفع رأي البيضاء من الآن أمام اليابان على شين نروح للعبة المواجهة صعبة لكن ليست مستحيلة وسندخل اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية لعب منتخب العراق أمير العمار يقول منتخب العراق يوم بحظوظه في نهاياته ومآسية ولا يخشى منتخب اليابان منتخب العراق قادم لكأس آسيا من أجل المنافسة سبقوا أن لعبنا مع منتخبات قوية للغاية وسندخل البطولة لتشريف العراق وتمثيله خير تمثيل بعد كأس آسيا إن شاء الله سنشاهد عودة اللاعبين المصابين الذين لم يأخذوا فرصة اللعب مع المنتخب العراقي مثل يوسف الإمام وعلي الموسوي وكيذني عقوب وهيران أحمد وإكسندر أراها وماسي سارتين وأحمد فرحان وعمين الحموة أندريا السناطي قبل الدخول ببطولة آسيا مع المنتخب العراقي وفقا لمصادر إنجليزية نادي بيتربورو يونايتد يتقدم على بقية الأندية في السابق من أجل الحصول على خدمات لاعب منتخبنا العراقي علي الحمادي نادي بيتربورو يلعب في الدرجة الأولى لقوان بعد الشامبيونشيب يحتل النادي المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن المتصدر وينافس بقوة من أجل التأهل للشامبيونشيب بنفس هذا الدور يلعب نادي ويكينبو أندريز الذي سبق ويمثله لاعب منتخبنا العراقي علي الحمادي لكن بسبب عدم الحصول على فرصة اللعب قرار نهاء العقد والانتقال إلى ونبلدون ويكينبو أندريز يحتل الآن المركز 16 حاليا القطر يسعود الغاني يقول نعم المنتخب الياباني قوي واستطاع الفوز على ألمانيا برباعية لكن بطولة آسيا مختلفة عن اللقاءات الودية العراقي يستطيع الفوز على اليابان وصدارة المجموعة تعودنا أن نشاهد العراق فريق مختلف أمام الفرق الكبيرة نجعل البحرين يحمول سلطان ينصح كأساس باللعب بعشرة مدافعين لإقاف المنتخب الياباني شنرأيكم بنصيحته أندونيسيا تخسر من ليبيا برباعية نظيفة في مبارات ودية قبل المشاركة في بطولة آسيا 2023 إدارة نادي أبهل سعودي تتمنى التوفيق للمدافع سعد ناطق مع منتخب العراق في كأساسيا سعد ناطق على الأكثر سينتقل لدور نجوم العراق أما الشرطة والجوية